السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليهنا لبنات صدرت الجيش بالزيتون كنت ديجا بديت قلت وعليش ما نبرتجيش معاكم ونوريلكم هذي وصفة سهلة وستقوني لبنة لبنة فيها ما شاء الله الجيش تعي خسلته مليح مليح بالماء والملح وانا معروفة الجيش اني نطيبوه بالجلدات تاعه اليهنا كنت نقلي في البصلة التاعي قلت خلي ندير معهم لا فيديو اليهنا الجيش درك للقصبر ومع الدنوس فلفل لكحل ملح كمون كوركم ثلاث سنينات تعثوم وشوية برك تاع زيت زيتون باش يشوفي هذيك العقدة وما كثرتلوش بزاف التوابل والزنجبيل الغبرة الي ما عندهاش تدير هذك الفراش تسكرفجو واللي ولي ما كانش وتعاوضوه ببرش تاع قارس تقدري الطيبية الجيش تاعك ببرش تاع قارس وخليتو انا في الحقيقة خليتو شي زو سوايح كي مضت الصباح شربت قهيوتي مارينيتو حطيتو فالليانا خليتو فالفريجيدار كي جاوقت باش نطيب قليت البصلة التاعي في الزيت وفرخت عليها هذك الجيش اللي خليتو رتاح زو سوايح وانا الجيش نتخوش منه بالجلدة تاعه على هذك من نحبش نطيبوه بالجلدة اللي هنا هذك التوابل اللي بقى ولي في اللي نادرت فيها شوية ما ومرقت به يعني ما ضيعتوه له وتقوله كيفاش القصبر مع المعدنوس اللي بنات جربوا طياب بالقصبر والمعدنوس راه يعطي واحد النسمة للماكلة الله يبارك وكان لي تقول يعق ساختو جماعة يعق ع الثوم في المرقة البيضة ديريه وجربيه وذوقيه عاد راجعي للاريبونس اللي هنا عندي الزيتون التاعي عصر واحكم الملح لا تديروش الملح بزاف اللي اول ديروغي نص المغرف هكاية تاع قهوة مش معمرة باش تديروها مع التوابل ودخلوا الججير تاع انا اللي هنا الزيتون تاعي ما هوش ملح بزاف بصحكاكو شليتو بالمطابخ شليتو زوج 3 شليلات نمرق الجج حتى يتغطى مش يحتل الفوك نقول قدورتها وعنا ضروري انو الانسان كيكون يدير في صلاح يجمع ورا نغطي القدرة التاعي على النار متوسطة ونخليها اللي هنا القدرة التاعي ضربت عليها طالة بعد 25 دقيقة كنت زدت لها وشوفي اللي هنا كيفاش لاصوس ولا تثقيلة والريحة ما نقول لكمش الله يبارك من السماع الكوزينة زدت لها اللي هنا يا 25 دقيقة زدت لها قولي شي 15 دقيقة على ما شربت لي لاصوس كيما قلت لكم قويت لها في النار بليتو هذي ما نسميها شانانارك بخاس كان ينطيب على الرزيستانس اللي هنا ما كاش النار غلا رحنا للتيكساس ولا المهم زدت لها في النار على ما عقدت لي مليح مليح لاصوس هاي اللي كل هنا يا وجدت انطفي على القدرة التاعي اللي تحب الجيش كي تنحيهم القدرة اللي لا تديرش الزيتون تدهنوا بالزبدة وتحمروا أنا ما نحبوش محمر هاكا فيه بارك كاين اللي تحب تقليل بطاطا فرشي البطاطا مقلية من تحت وحطي فوقها الجيش عاد فرغي عليها هذي كلاسوس ولا كيما قلت لك تدهنيه بالزبدة وحطي فوقها وحطي فوقها وحطي فوقها وحطي فوقها وحطي فوقها نحينا القدرة نحط الجيش في طبيسي والبنة لا نحكي لكم الله يبارك معروف الجيش بالزيتون اللي عندها الشامبينيون تحب تزيت الشامبينيون وتضيفه وتضيفه وليس الوضع وتضيفه وحطي مسحه ليس الوضع ومسح الشامبينيون فبنة وصدر مقلية ونحي القدرة وينضع الدقاء وقالت الوضع تمام هذا المسكين يحكموه يطيبوه يفسخوه نو الشامبينيو يتحمص يتحمر في المقلب شوية زبدة ولا لا شوفوا هذك المرسوك يتحمر دور يجين بلا ما نحشيه في الكوشة انا اللي هنا درتها كونت زربة وكامت وقين عندي سبعة تالعشية ولا تاعشية خفيف ما حبوش يكلوني ماكلت الصباح ما درت له درت البطاطا هذيك بقشورها قطعتها على ربعة ودرت لها شوية بابريكا و شوية ملح وشوية كمون و شوية زيت و حمرتها في الكوشة واحدة نص ساعة وليت حط قليل البطاطا وكل واحد ولو شواتيحها ولا الروز ولا ان شاء الله يا ربي الفيديو يلقاكم بخير ويلعجبكم ما تنسونيش بجام وبرتاش وشكرا